بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم نبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ أبو ساجل عن نبي اليوم تلك مصفة البراش أو برجة وصفة تقليدية بحت بسم الله ما شاء الله لا فيها حليب لا فيها خميرة لا فيها ما زهر وصفة قولت تقليدية يعني تقليدية تبقى تقليدية البرجة هذه جات بسم الله ما شاء الله شوفوا كفاها حميم رأ جات ولا أروحة دوب الفم جات بسم الله ما شاء الله الربيع جانا في رمضان لا نستطيع أن نخدم البرجة هذه في الربيع ولكن الآن فاتت رمضان وفات أيام تشاهدنا البرجة هذه قلنا نعم له كنا زمانا كل ربيع نخدمه نروحوا للتفاصيل أو نروحوا لكفي التحدي والمقادير هنا نجلبوا ميزان نجيبوا بول ومتنين نجيبوا أي بول كيلوا به درت له الطار سوف ننزل السميد سوف ننزل السميد سوف ننزل السميد بول هذا يهز 355 غرام سوف نضيف ترواة بول يعني 3 كيلات سميد تقريب كيلو و 65 غرام نقولوا كيلو نضيف كيلو سميد يعني 3 كيلات سوف نضيف لهم هنا كمية الملح الملح وهكذا نديروا النواشف مع بعض هكذا نخلطوا مليح كي نجيبوا لدينا انا هنا بعد ما خلطت درت ملعقة سكر ملعقة سكر ملعقة سكر كي تحمير فقط يعني لا غير تحدث في المقضع نجيبوا هنا انا عندي امزجت بين السمن و المارغارين المارغارين صال و السمن المدينة الدوبتهم بردو و زيت كملت بالزيت كما كم تشوفو هنا عبيتها او عمرتها للفم نحط هنا اليدام و نبدأ نبسس في المبرجة نبس مليح نحك هذا كسميد مليح مع السمن والزبدة والزيت حتى يدخل في السميد كامل و نبقى نحك 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 حتى يعني كما ندير المقرود يعني التقاريد كما المقرود باش جينا براج جينا دوبتهم و جي بسم الله ما شاء الله شوفوا طريقة كيفاه راني جان نحك فيه وهكذا كون كملت البراج او حكيتها كامل نحطها على جانب و نخليها ترتاح حوالي نصف ساعة نصف ساعة فقط و رح نرجع نحطها على جانب نجيب هنا ترشون و نغطيها نشوفوا راني بسها ما شاء الله ما شاء الله أنا بعد مرة نصف ساعة نحي هذا الترشون و نجيب كيلة عماء كيلة عماء لما ظهر ما نحط طواله ما فقط بالأصابة ندور هكذا و نحرك مليح بلا ما نعجل ومنعجل إذا تعجلت ما تبقى تولي كسرة تبقى يعني بس فقط هكذا بالأصابة أنا هنا تقريب كيلة حطتها كاملة كيلة تقريب كاملة و نبقى نحرك جيدا نزيد نصب هنا هكذا نشربها مليح و كين سميد يشرب و سميد ما يشرب يعني أنتم تضعوا كيلة هديك قادر تضعوها كاملة قادر تزيد قادر تكون أقل نحط على جانب و نغطيها هنا أنا كنت بعد ساعة من زماك و تحنطيبها ولكن هاتف طارق يعني كنت خرجت في الليل إذن جبت الغرس و رحيتها في الرحاية هذه اليدوية شوفوا بهذا الديسك تخرج ما شاء الله ما شاء الله هجي الغرس ما شاء الله هدكم الحبيبات العظومة يبقى من فوق و يهبط إلا الغرس قلت يعني هاتف طارق خرجت روحت في الليل غطيتها و خليتها للصباح يعني باتلي كان العجنة هنا حطيت الزيت في الغرس و نبدأ نعجن سنضيف كمية من المارغارين التي كانت دايبة و بدارت في الكسرنة حطيتها هنا لديه سمن و نضيف كمية من الماء يجيني غرس طري طري ما شاء الله انضفت الماء عجنت مليح شوفوا طروات و كيف شوفوا بسم الله ما شاء الله يتعجن وحده هنا بدلة كاملة نط 10 صباح فتحت لها هذه العجنات يعني الماء جانس واسوع تقريب كمية ما حطيتها نبدأ اللم عجنتي كما هكذا نقسم على 2 و نخلي قسم اللولة أكثر من قسم الثانية الكبيرة نضعها من فوق و الصغيرة من الأسفل نجيب هنا سيني بلاتي نفرش فيه صاشية هذه أو بلاستيك هذا ونجيب العجن اللولة الصغيرة قطعة الصغيرة نحطها في البلاتي ونبدأ نقرسها هكذا شوفوا عجنة 3 ما شاء الله كنت عجنة 3 راح تجي الدوب في الفم براش تجي دوب في الفم هنا مراحلة فقط يعني الغرس ما حطت فيه نقرفة نقرنفل نمازهر نحنا في شرق أو في عنب بصفة خاصة لو نحط المازهر أو القرنفل أو القرفة جينا كأنه مقرود لأنه المقرود له ذوق والبراش لها ذوق نجم يعني نفرق بين البراش وبين المقرود وكي الناس يحطوا المازهر القرنفل في الغرس ويقدر يكلوها هذه حاجتهم كل واحد وضوق وهذه أضواق ولكن نحكي لعناب هنا وصفة تقييدية لا نضع فيها جبت الغرس هنا عجنته في كسفة أو حليته مليح كما كما ترى وهذا والروح نضع فوق الطبقة تلعجين اللولة نضع وهذا بعد سهل نفرش مليح ونبدأ العملية جد سهلة أنا قمت هنا مستطيل لكي لا نخرج منه يشيط بزعف لماذا نريد دورة الدائرية هذه قمت بلاء ومشاء الله نضع قطعة العجين الثانية الطبقة الثانية نحل ها كما ترى هنا نرى بالوهي فقط الطول العرض ومعض نضع فوق الغرس يعني طبقة العجين الأول وطبقة الثانية في الوسط هي الغرس وطبقة الثالثة العجين شوفوا هكذا نضعها إذا لم يكن مكانها مليح نقص هذا كذلك لخجم اللي هي باش مفز العجين التاعي ونضع على كوطيم هنا حاجة سهلة بكل تقدروا انكم تطبوها هكذا شوفوا العجين نحيناها من الطرف الآخر حطيناها في الطرف الآخر باش نحكم مكانها لو كان نحوها كاملة هذيك العجين تتصغ في الغرس ورح تفزلنا تخسرنا نبدأ هنا لم عجينتي كاملة ملح وحطيت تدكم الثقوب اللي فيهم الغرس مكانش من العجين دركيم العجين مشوهم له ومبعد رح نحيها هكذا بالطريقة هذي نهزها بالصاشية ونحطها في طاوية لعمل ونبدأ هنا نحلها مرة أخرى لأنها خشنا ورح العجين هذيك ترجحها من اللورة من الأمام من الوراء من اليمين من يصار نحطها كامل العجين حتى نغلق هذيك الغرس كامل ونجيب هنا القرس طاوية يكون هذا القرس هذا وليس وليس هذا يجيب يعني كيس بلاستيكي ويحلها كامل ونحي هذيك لترست الأصابة هذا القرس يعني لسها يجي ما شاء الله يجي ملساء يجي ولا أروع ونجيب كوبات ونعدل همليح هنا رح نجيب هنا المول تأتي تالبراج هذيك روي دباع بخمفص نلف أو احنا نقول المرشم ورح نقص البراج تأتي براج تقديدية بحتة بسم الله ما شاء الله ضوقها ولا أروع جات الدوف الفم طرية طرية بسم الله ما شاء الله من الغرص هذا الطري يعني رح نتحصل على براج تكون ولا أروع أنا هنا قصيت براج بذلك الزيجزاق بعد ما عجبتني رح نقصها بالعادي يعني قلبت الوحد المول تعي وعود هكذا حلتها وقصيتها بهذا المول التاني حناف عنابة كما قلت لكم في الربيع وكاين بعض ولايات يعني في الربيع لابد من براج الدار كل بيت تشم راح البراج يعني شهر كام مارس حتى بداية أبريل ونحن نشم في راح البراج الجار يعمل البراج يبعت الجار يضوغ جار ونبعت الأهل يعني والله كانت أيام ما شاء الله نقصت هذا قليلا هنا نجيب كوبة ونبدأ نهز البراج بالبراج ونجيب سباتيل ونعدلها الحواف نعدلها مليح ندخل الغرس الخارج أو عجينة تكون خارجة ندخلها هكذا ونحطها على جانب يعني جاو حبات يعني قد بعضهم كامل جات ولا أروع نجيب قطعة ونعود نعدلها هكذا ونهبط هدوك الحواف ونحطها على جانب مرة أخرى نكملها مكامل بطريقة هذه ونعجيب الطاجين حطيت وسخن الآن الطاجين تعدل بالفاس هذا تاكاس اللي خدمت به الورقة تعدل وراك وخدمت به خدمت به البغرير وقلت لي يا أبو ساجد نعط لنا الطاجين جاء الوقت اليوم باش تشوف الطاجين هذا تعدل بالفاس رويت باع في المحلات 350 300 كل يعني ولي والأسعار تح هذك طاجين يصلح الكل صدقوني البغرير يجيئ وجو ما شاء الله البراج هدي جيت ما شاء الله الكسرة ما شاء الله ورقة البوراك الدول هذو مجو ما شاء الله نتمنى 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 أربط البيت تكسب هذا الطاجين نكمل كامل ونحطهم في الطاجين هذا الطاجين لديه مقبض يد طويلة تحت طب لنمسك منه ولا أرواح ونحطوا البراج على النار قليلة 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 لتطيب على مهلها لتطيب حمرة وطيب من الداخل لو درنا النار قاوية راح ما تطيب من الداخل وتحرق معنا هكذا وإي حبة على البراج نشفوها الحواء فتاحها فزدو نعطلها بليكوبات فقط سهل حال رمزلحة تقدو تجرب البراج هذه قبل العيد قبل العيد ما يجي العيد تقدو تجربها نجبت معها البن صدقوني كمية ولا أرواح يا باب يا باب يا باب وهنا كل مرة نحركهم نقلبهم باش مالحرقوش أو يديوا اللون هدك الغانق شوية أنا شوية كعبات غمقو بسح ولكن اللون تحم يعني جاه دهبي بسم الله ما شاء الله الصورة راي واضحة والفيديو راي واضح قدام كم ما خبع أي كم والو جات ولا أرواح صدقوني ولا أرواح هذا طاجين يعني شريوه وحطوه في عينك طاجين يخدم كلش يعني كما تلكم روش تحبوه حتى حتى الملوي حتى نسمى يعني كل حاجة تصلح فيه شوفوه دهك اللون بسم الله ما شاء الله نحبهم هكا طيبين نحبهم شعلي دوكم نيين نحبهم طيبين هكذا جيو اللون موحد ولا أرواح ولا أرواح ولا أرواح شوفوه دهك البراج هنا نبدأ نحيهم طابو بسم الله ما شاء الله عندي القصعة هديك نبدأ نحط في القصعة كعبة بكعبة حتى نكملهم كامل نحط هنا يبردو تماما ونروح نشوفو طبق تقديم تعنا براج كاس البن يا باب يا باب يا باب شوفوه دهك البن مزبد بالزبدة الله يبارك البن حر صح بقري ما شاء الله وبراج ما شاء الله إذا نحيب هذه الوصف بيدنكم إن شاء الله تكون عجبتكم وتمنية لكم بالتوفيق جميعا في حياتكم إن شاء الله ربي يحفظكم ويرزخكم ما تتمنون براج عليها الكلام براج ولا أروح براج عن ناب يا عن ناب عن ناب الخلابة عن ناب يا دولة جزائر حبيبة كلها 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 في قلبي في كل ربوع جزائر تلقاوا هذه العادات والتقاليد من كل شيء مش البراج فقط يعني من كل طبخات ومن كل أكلات من كل حلويات التقليدية تلقى جزائر الحبيبة فقط يعني هاي قدامك من البراج هذه لا خميرة ولا حليب ولا عسل ما فيها ولو أنا خاصة أن هذه خميرة الكميائية اللي يحطونها ما فيمش فيمش يعني ما يحطونها قدامك بالماء فقط بالماء فقط شوفوا طرية بسم الله ما شاء الله وهنا صدقوني باردة تمام باردة تمام الدوب الفم الدوب الفم والله يتغذينا بها بالبن جت ولا أروع منها غداء يعني شبعنا تقنعنا بسم الله ما شاء الله وهكذا أخبائي كون كميرت معكم الفيديو هذا تعالى الدراج أو المبرجة جاءت بسم الله ما شاء الله تقضوا تجربوها واتبعتوا تطبيقاتكم على الفيسبوك أو صفحة الفيسبوك أبو ساجد العنبي مطبخ أبو ساجد العنبي أو وقالي لنقولكم تهلوا في رواحكم ورب يحفظكم للقناة يحفظكم لي ويبارك فيكم وجزيكم إن شاء الله ويحفظوا ليداتكم ورب ينجحها إن شاء الله ورب يعطيكم متمنوا ورب يعطيكم متمنوا ورب يرزقكم التوبة نصوحة ويرزقكم الدر يا صالحة وإش في كل مريض يا رب يا رب في كل مريض يا رب يعاني من الألام اللهم أرحم كل ميت مبقى لنقولكم السلام عليكم في وصفة قادمة إن شاء الله لا تنسونا كالعادة فقط فقط وهذا بطل الإعجاب الإعجاب فقط دايما نحاول فيكم ودايما نحللكم هذه آخر مرة أن نحللكم السلام عليكم